السلام عليكم شباب. اليوم جنت لكم بمقطع تسريبات جديد. اليوم اللي جنت معنا تسريبات جدا اسطورية. معنا هلا اولها رجوع البومب وشوية اشياء ثانية راح نتكلم عنها بهذا المقطع. قبل ما نبدأ يا شباب لايك يشاركوا بالقناة. اذا حبتوا يدعمونا بشكل مادي كودا الايتم شوب اكي دابل او. ويلا خلونا نبدأ على طول. طبعا راح نحكي هلا عن اهم شغلة وهي رجوع البومب. هلا طبعا هتجي معنا بيوم الثلاثاء بالتحديث القادم. تير مؤكد انه هيرج معنا البومب. طيب شو السبب وليش فجأة طلع انه البومب راح يرجع في هذا اليوم. متل ما بتعرفوا انه اه فيه طور اه حتى تكون اياها بالانستجرام طبعا المهتم بالانستجرام رابط الانستجرام بالوصف يتابعني عليه بنزل السوريات بشكل يومي. ايه المهم انه فيه طور اسمه الليت ارينا او طور هادا الارينا. اه كلمة تتذكروا انه كان فيه البومب والاشياء هاي. فاحتمال انه رجوع البومب محصور على هذا الطور فقط. ممكن يرجع معنا البومب بهذا الطور. وممكن يرجعوه بشكل كامل بكل الاطوار. وهذا اللي انا بفضله ما بحبه انه يرجع بطور معين لانه هاد الاسلاح انا من افضل الاسلحة اللي كنت بعرف العب فيها في اللعبة. فاني اشوفهم انه يحذفوه كل شوي. ويحذفوه كل شوي. ابدا حركة ما لدعي. بنفروض يكون هذا الشتقن شتقن اساسي في اللعبة. ولا ازا عنكم عن طرات تانية. ياريتك تكتبو لنا رأيكم اه بالتعليقات. والمهم هلنا ننتقل له بيت الاخبار التانية. عنا متل ما كون شايفين الاشتراك الشهري اتسرب. مت اشتراك شهري جدا نسطوري. اكيد يعني ازا حبت تشتروب كودي اي كده بال او الله يساعدكم. وفي تسريب معنا بالتحديث القادم تعرفوا الابطال في هاي الشخصية اللي يكون مع ريفن اللي نزلت معنا بالباتل باس السادس سيزون السادس. هيصير لها تعاون مرة تانية مع فورتنات وحننزلوها سكن في اللعبة وطبعا هتكون سكن دي سي. بصراحة من احلى احلى لسكنات ممكن تنزل في اللعبة. طبعا واخر اه شي معنا هيكون بالمقطع طبعا مثل العادي اكيد مقاط التسريبات هتكون جدا مقاطعة قصيرة ما تتجاوز الدايتين. التسريب الاخير تم تسريب معنا شكل جينو وشكل برادايم. برادايم هدا هو شكل متل ما كم شايفين. وعننا جينو قائد مجموعة المجموعة هذا هو شكله. الصراحة ما ادري كنت متوقعوا افقا من هيك انتو شو رايكم? وهي تسريبات اليوم شباب لهذا اليوم. ان شاء الله رح ينزلكم مقطع قريبا ورح نزل كتير مقاطع على القناة التانية بتكون مقاطع طويلة. اللي بحب تتابع مقاطع طويلة بتروح وتشوفوها بالقناة التانية. المهم وصلنا نهاية المقطع ومع السلامة.